بسم الله الرحمن الرحيم عربية السعودية بعد عداء لقاء السوبر قدر الله ومشاء فعل لم يكن الأهل موفقا في البطولة الأولى واللقاء الأول في هذا الموسم ولكن بدءا من الغد تحدي جديد مع بطولة جديدة أكيد هيبقى فيها مشوار طويل جدا الدوري هيبدأ بداءا من النهاردة النهاردة أولى مباريات وافتتاحية الدوري العام ولكن الموسم السنة بالتأكيد هيكون طويل بل طويل شوية لأن الدوري الأول سينتهي في أول إبريل فلسه معاد انتهاء الدوري وانتهاء الموسم بشكل عام قد يمتد إلى شهر 8 أو 9 وإن كانت ربطة الأندية أعلنت أنها قدر إن كانت تحول تخلص المسابقة يوم 30 سبع حالة فاكة وليس مهمة جدا تفاصيل مهمة جدا النهاردة في عدد من القرارات اللي تم إعلانها بشكل رسمي خاصة زيادة جائزة كأس السوبر الإفريقي إلى 500 ألف دولار للبطل و250 ألف دولار للوصيف هنتكلم على موضوع هذه الجوائز هنتكلم على تفاصيل استعداد الأهلي لمباراة المصري النهاردة التدريب الوحيد والختامي قبل الصفر إلى برج العرب حالة فاكة وليس وتفاصيل مهمة جدا بالتأكيد تابعونا على مدار الحلاء لكن بسرعة نبدأ حلائتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة المصري وكمان معسكر مغلق للفريق في الأسكندرية وفي الترند المحلي الليلة انطلاق الدوري الموسم الجديد طيب نروح لمباراة الدوري اليوم ومجموعة من المباراة كمان في الدوريات الأوروبية والبداية مع الدوري المصري الساعة السابعة من مساء اليوم طلع الجيش وعلى استاد جهاز الرياضة العسكري بيستضيف فريق البنك الأهلي نروح لمباراة الدوري الإنجليزي والساعة العاشرة اللاروب نوتنجهام فورست بيستضيف فاب بيرلي الدوري الأسباني والساعة العاشرة من مساء اليوم غيرناتا بيستضيف جيرونا نروح للدوري الإيطالي والساعة السابعة والنصف في النهاردة في مبارتين سرينتيانا بيستضيف تورينو والساعة العاشرة الأوروب هي لسفيرونا بيستضيف بيلونيا دي مجموعة مباريات اليوم سواء في الدوريات الكبرى الأوروبية أو حتى في الدور المصري كنت أتمنى وأنا بقدم افتحية الدور المصري النهاردة يكون عندنا مباراة جمهرية الإسماعيلي بيلعب الاتحاد بيلعب صحيح المصري لسه عنده مباراة مع الأهل وطبيعيا ما تبقاش هي أول مباراة الأهل لسه راجع من السعودية نفس الأمر على الزمالك كان لسه في دورة أبطال إفريقيا ولسه راجع فبالتأكيد مش هيكون هو أول مباراة في افتحية الدورة ولكن مهم جدا افتحية الدورة يكون فيها فريق شعبي فريق جماهيري تكون بداية قوية ولكن نتمنى ان شاء الله النهاردة نشوف شكل مختلف مسابقة فيها تفاصيل جديدة نتمنى يا رب تمر على ما يرام وتكون موسم ممتع في جميع التفاصيل دي كانت أبرز مباراة اليوم فاصل وبعد الفاصل نرجع أبرز الأخبار والكواليس في فقرة تريند تريند طيب بكرة أول مباراة للأهل في الموسم الجديد الموسم المحلي مباراة النادي المصري يمكن آخر مباراة للأهل في الموسم كانت يوم 3-8 والنهاردة حنا بنتكلم فيه 18-9 يعني بعد حوالي 45 يوم الأهل يعود من جديد إلى مشوار الدوري العام فترة كانت فيها راحة سلبية كانت فيها معسكر وفترة إعداد كان نخد عدد من اللقاءات الودية ثم لقاء السوبر ولكن بكرة أول مباراة للأهل في الموسم الجديد مهم جدا نقول للناس أن بعد الأهل مرجع من السعودية ما كانش فيه وقت حتى للتدريبات مباراة كانت راحة النهاردة التدريب الوحيد والختامي والدخول في معسكر والسفر إلى برج العرب لاخد لقاء المصري في مستهل مشوار الأهلي في الدور العام كل التفاصيل وكل المعلومات وكل الأخبار بالتأكيد لازم نروح إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديدا من ملعب مختار التيتش مع الزميل العزيز فاروق صلاح حشان نعرف منه كل الأخبار وكل التفاصيل مساء الخير يا فاروق برحب بك زميل العزيز محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله محمد تكون بداية خير إن شاء الله للموسم النادي الأهلي وانطلاقة بطولة الدوري أو دوري رابطة الأمدية المحترفة إن شاء الله النادي الأهلي طبعا سيختتم تدريباته اليوم على ملعب مختار التيتش استعدادا طبعا لمواجهة فريق المصري غدا على استهدى برج العرب في بداية إن شاء الله نتمنى بداية خير للنادي الأهلي مدافعا عن درع الدوري وعن بطولة المفضلة إن شاء الله تكون بداية موسم مليء بالبطولات بإذن الله للنادي الأهلي طيب عايز أتكلم معك بقى على استعدادات الفري وهي تدريبة وحيدة ومران وحيدة وبعدها لسه فيه صفر إلى برج العرب ولكن كيف يستعد الجهاز الفني لمباراة الغد في ظل بعد العودة من السعودية ممكن تكون التشكيلة الليعب بيها في المملكة العربية السعودية مش هي لتكون جاهزة في مباراة بكرة في غيابات أكيد أنت عارف موضوع قهرابا حسن الشحات كمان عايزين نتطمن منك على إمام عشور كان فيه إصابة بسيطة الكل بيتكلم عليه هل ماذا صحة الكلام ده كمان عايزين نتكلم على صلاح محصن ممكن قبل ما أبدأ الحالة الناس اتكلمت إن فيه تراكم إنذراته وبالتالي لن يبدأ مع الأهلي مباراة المصر في الموسم الجديد تفضل يا فاروق يعني خليني يا محمد يعني يعني أحطك في الصورة في البداية وحط جماهير للنادي الأهلي فيه الصورة والمشهب بشكل أكتر يعني خلييني أقولك إن في هذه الأثناء مستر مارسل كولر المدير الفني الفريق للنادي الأهلي بيعقد محاضرة مع اللعبين ودي أول جلسة أو محاضرة مع اللعبين عاقب طبعا خسارة اللقب السوبر الأفريقي وخسارة البطولة أمام اتحاد للعاصمة دي أول اجتماع أو جلسة بين مستر مارسل كولر واللعبين وجميع أفراد الجهاز الفني في هذه الأثناء مستر كولر بيعقد المحاضرة مع اللعبين طبعا عايز يقفل تماما صفحة خلاص مباراة السوبر الأفريقي بس قبل ما نقفل المباراة إزاي نتعلم من أخطاء هذه المباراة وناخد منها بداية إن شاء الله للمشوار القادم وإن احنا اعتقد بتبقى يعني دايما المحطات الصعبة محمد أو لحظات السقوط بتاخد منها بداية إن شاء الله للانطلاق وده بالنسبة للنادي الآلي مستر كولر يعني من الأمور اللي يعني يتكلم فيها مع اللعبين أو يعني بيحاول أن هو ينبه اللعبين لهذا الأمر ضرورة إن احنا نسيان خالص الخمس بطولات اللي الفريق أحرزهم الموسم الماضي أعتقد يعني البداية كانت أمام فريق اتحاد العاصمة بالشكل يعني أو بالصورة اللي ما ترضيش الجهاز الفني ما ترضيش جمهور للنادي الآلي لكن هنبني على اللي جاي إن شاء الله فالمحاضرة الحالية أو الجلسة اللي بعقدها مستر كولر مع اللعبين إن شاء الله تكون منها بداية إن شاء الله والبداية غدا إن شاء الله أمام فريق المصري بطولة الدوري بطولة مفضلة بالنسبة للجماهير للنادي الآلي بالنسبة لكل فرض بينتمي لمنظومة النادي الآلي بدءا من مجلس الإدارة الإدارة مرورا باللعبين مرورا بالجماهير مرورا بكل فرض إن شاء الله تكون بداية موفقة طبعا أمام فريق المصري الفريق لم ياخد أي تدريبات يا محمد طبعا عاقب المباراة السوبر كان طبعا فيه استشفى بعد المباراة تاني يوم للعبين اللي شاركت فيه المباراة ثم طبعا النهاردة التدريب الرئيسي والتدريب الأخير اللي ندلق لي ميستر كولر كان بعد الوصول منح اللعبين نراحل مدة 24 ساعة النهاردة طبعا هيخد التدريب الأساسي هنا على ملعب مختار التيتش قبل التواجه والصفر إلى الأسكندرية للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب برج العرب اللي هستضيف أحداث اللقاء غدا بمشيئة الله طبعا يا محمد كلام كتير وكتادات كتير لكن خليني أكد لك بعض الأمور بالنسبة لإمام عشور كان يعني طلق كادنا في المباراة السوبر أمام فريق التحاد العاصم بيخليني أكد لك يعني الأمر بسيط جدا وبأكد لك جهزية إمام عشور أيضا لهذه المباراة مباراة المصري واحد من اللعبة بالنسبة للمستر كولر دخل يعني يتقدر تقول الكلام ده احنا كنا بنقوله داما يا محمد معاك من خلال معسكر النادري أنه إمام عشور واحد من اللعبة الفكر مستر مارسل كولر وداخل ضمن التاكتك اللي بيشتغل عليه مستر مارسل كولر بطمنك عليه بأكد لك هزيته لهذه المباراة طبعا زمان تعرف يا محمد للظروف الإقاف النادري الأهلي هيفتقد في هذه المباراة للسلاسي صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كاربة وحسين اللاشحات تقدر تقول يا محمد يعني من المنتظر إن شاء الله هيكون أنتوني مودست الوافد الجديد والمواجم الجديد يقود وجوم الآلي غدا بمشيئة الله طبعا هيكون موجود معايا طبعا في قائمة المباراة اللعب الناشئ محمد زعلوك واحد من اللعبة المستر كولرس عظم قطاع الناشئين وظهر بشكل مميز جدا في المعسكر الإعداد اللي كان في النمسا تقدر تقول أيضا أكرم توفيق وكريم فؤاد بأكد لجازيتهم أنهم جازين النهاردة للتدريب لكن هتطلح طبعا بعد نهاية التدريب مدى يعني فرص لحقهم أو وجودهم في المباراة لكن خلينا أكد لك من الناحية الطبية جاهزية كريم فؤاد وأكرم توفيق للاستعانة طبقا لرؤية مستر مارسل كولر وتبقى الأمر ويخضع لي الرؤية الفنية طبعا استمرار طبعا لغياب محمود متولي وعمر السلية عن هذه المباراة لكن النهاردة إن شاء الله بعد التدريب وأعلان القائمة من المنتظر طبعا نشوف وجوه جديدة في النادي الآلي طبعا في المباراة غدا بمشيئة الله أيضا طبعا تقدر تقولها طبعا بيعود بعد الغيابة عن مباراة السوبر الأخيرة طبعا كريم ندفد واحد من اللعبة طبعا اللي يكون موجودة مع الفريق غدا فازي المباراة بإذن الله لكن زي ما أؤكد لك محمد بالنسبة الكريم وأكرم من الناحية الطبية جاهزين الأمر بيخضع طبعا لرؤية مستر مارسل كولر ومدى يعني احتياجه ليه في المباراة غدا إن شاء الله أمام المصري لكن كافة اللعبين جاهزية اللعبين أعتقد يعني الحالة اللامسينها من اللعبين وشايفينها من اللعبين إن شاء الله هتكون بداية مصالحة للجماهير النادي الآلي غدا بمشيئة الله أمام فريق المصري على ستاب برج العرب هل في تصريح فاروق ممكن نشوف السلية إمت بالزبط أكرم كريم برضو موضوع ترقب من زرادة عن صلاح محسن أعتقد يعني شرحت كل التفاصيل ولكن ممكن نلاقي كمان عودة للمصابين في الفترة القريبة في ظل انت داخل كمان بعد مطش المصري على دور أبطال إفريقيا مباراتين يتخلى لهم بالتأكيد مباراة في النص في الدور العام بعد كده عندك مطش إنبي في الكاس فبالتأكيد أنت محتاج عدد كبير جدا من لعبة يكون جاهز على الأقل خلال الإسبوعين القادمين يعني محمد خلينا أخذهم بالترتيب زي ما أكدت لك بالنسبة لمعذرة كريم فؤاد وأكرم توفيق مستر كولر لو محتاجهم في المباراة غدا أعتقد من الناحية الطبية جاهزين تماما لرؤية مستر مارسل كولر أكد لك جاهزيتهم طبعا ويه الأمر ده يخضع لي مستر مارسل كولر ومد احتياجه ليه الاتنين لكن من ناحية الإصابة ومن ناحية الطبية الأمر خلاص منتهي تماما كان بالنسبة الكريم فؤاد وأكرم توفيق لو مستر مارسل كولر محتاجهم غدا في مشيئة الله في هذه المباراة هيكونوا جاهزين لكن بالنسبة لكب العمر السلية عمر السلية أقدر أقولك بعد لقاءي إن شاء الله سن جورج الأثيوبي يكون جاهز طبعا للمشاركة مع النادي الآلي في المباراة بدأ طبعا في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيني يبدأ ياخد أجزاء طبعا من المرام الجماعي ثم يختتم أو يكتمل جاهزيته طبعا في المشاركة بصورة كاملة في المرام الجماعي للنادي الآلي لكن زي ما أكد لك طبعا يا محمد بعد لقاءي إن شاء الله سن جورج الأثيوبي يكون إن شاء الله كبتل عمر السلية جاهز طبعا لي المشاركة مع فرين النادي الآلي واحد من العناصر المهمة جدا في تيم النادي الآلي وفي تشكيل النادي الآلي نتمنى له السلامة طبعا ونتمنى كل السلامة لكل اللاعبين للنادي الآلي خليني برضو محمد على هذا الصياق النادي الآلي ورامي ربيع كلمت طبعا مع اللاعبين بعد نهاية مباراة السوبر وخلاص هنقفل صفحة مباراة السوبر عايزين طبعا نبني على اللي جاي عايزين نركز فيه بطولة الدوري نركز فيه بطولة الدوري أبطال إفريقيا نركز فيه بطولة الدوري السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله تكون مصالحة الجماهير للنادي الآلي تقد إن هي هتكون أول البطولات بإذن الله في الموسم الجديد للنادي الآلي تكون البداية من بطولة الدوري السوبر الأفريقي لكن خلينا ناخد الأمور بالمرحلة كل مرحلة بوقتها نبدأ مباراة المصري ثم نشوف لقائي سان جورج الاثيوبي ثم طبعا لكل حدث حديث والتحضير طبعا لبطولة السوبر الأفريقي اللي هتبقى معترق أفريقي صعب جدا وقوي جدا لكن دايما يعني على عهدنا مع لعبة النادي الآلي في الوقت الصعب بيظهر معدى لعبة النادي الآلي آخر حاجة فارول التدريب هينطلق إمتى والتحرك إن شاء الله لإسكندراهي يكون الساعة كاما يعني خلينا نقولك محمد خلال دقائق زي ما يعني وضحنا أن المستر كولر بيعقد جلسة حاليا مع اللعبين عقب انتهاء الجلسة والمحاضرة هينطلق تدريب النادي الآلي يكون خلال دقائق يعني من الآن خلال دقائق بسيطة جدا يكون انطلاق المران هيختتم الفريق طبعا تدريباته في تمام الساعة السابعة ثم يكون طبعا التحرك في تمام الساعة السابعة والنصف طبعا إلى الأسكندرية زي ما قلنا للمبيه تبقى أحدا للفنادق القريبة من استاد بورج للعرب إن شاء الله لا يستطيعه في أحداث اللقاء إن شاء الله تكون بداية خير بداية موفقة إن شاء الله للعبين للنادي الآلي خاصة أنه مواجهة صعبة جدا سواء أمام فريق المصري أو مدير فني زي الكابتن علي مير اللي دايما بتعارف محمد أسلوب لعبه وطريقة لعبه أنه دايما بفكر أمام النادي الآلي في أننا أخرج بدون ما أنا يعني بدور على إن أنا ما تغلبش أكتر من أن أنا أفكر إن أنا أفوز فبالتالي ده بيزيد من صعوبة اللقاء وتأفيل وي لطريقة الدفعية اللي بيلعب بيها الكابتن علي مير لكن إن شاء الله مستر كولر يعني واللعبين إن شاء الله والأمور الفنية اللي هشتغل علىها في التدريب النهاردة تتطبق بشكل أمسل في المباراة غدا إن شاء الله ويكون في النادي الآلي في رصيده أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بإذن الله بإذن الله الزميل العزيزة فروس صلاحة أشكرك شكرا جزيلا وكل التوفير رب للأهل في بداية مشواره في الدوري العام ده كان كلام مهم جدا وإحنا بنتكلم على بداية الدوري والنهاردة هو التدريب الوحيد والأخير للنادي الآلي استعدادا لمباراة المصري غدا بإذن الله عندي برضو كذا نقطة متعلقة ببداية الموسم لو هبدأ أتكلم إن الحرب بدأت بدري على الآلي بمعنى إيه؟ بمعنى في ناس شايفة إنك تعمل موسم تاريخي ده كتير عليك إنك تعمل صفقات وتجيب أبرز النجوم اللي موجودين سواء داخل مصر أو خارج مصر في ناس بتستقطر عليك الحاجات دي فتبدأ الضرب الضرب إزاي؟ بأخبار غير صحيحة بأخبار تعمل يعني شرخ في العلاقة ما بين بعض اللاعبين وهي المدرسة الكلاسيكية عند أحد الأشخاص من زمان على فكرة يعني الواحد موجود في المجال ده من سنين وعارف كل واحد مدرسته إيه وعارف كل واحد اللي سكريبت بتاعه بيكتب إزاي فكل واحد ليه سكريبت وليه مدرسة كده معينة في المعلومات والأخبار اللي بيحب يتناولها أو حتى يكتبها للموزيع اللي معاه أنا مشكلتي إن المدرسة الكلاسيكية دي قدمت قوي يعني من أيام ما كان بيلعب جمعة ومتعب وفلافي وتريكة وفتحي هي هي نفس المدرسة بتتردد ما هي المدرسة دي ما عندهاش داتا ما عندهاش جديد دايما لما تحب تعمل مشكلة أو تعمل إثارة بعد أي لقاء ممكن يكون فيه خسارة يقول لك الحق ده فلان ضرب فلان ده فلان احتد على مزير الكورة ده فلان رد على قائد الفريق وكابتن الفريق بأسلوب مش كويس كلام ده من زمان على فكرة وفتحوا اليوتيوب وشوفوا الفيديوهات هتلاقوا المدرسة الكلاسيكية دي موجودة من زمان ومن قديم الأزل ما بتتغيرش ومرتبطة بشخص معين يعني يا القصة دي مرتبطة بشخص معين من يوم ما بدأ في المجال من يوم ما بدأ في هذا المجال يطلع لك اتنين لعيبة مسكوا في بعض اتنين لعيبة تخانوا مع بعض رغم أنت لو ممكن بصيت على الصحف العالمية ما بتلاقيش الكلام ده أصلا في الشغل البرامج أو القنوات أو الصحف الكبيرة يعني الصحف الكبيرة دايما بتحب تتناول أضايا رياضية بجد صفقات ممكن تنضم تشكيل ممكن يتم على تعديل على جهاز فني استخدام تعاقد أو تعاقد مع مدير فن جديد بطولة جديدة انت ممكن تشارك فيها فتشوف أبرز تفاصيلها وبنودها ولوايحها هي دي الحاجات اللي ممكن تفيد المشاهد ولكن فكرة أن لعيب زعق مع لعيب في وط اللبس لعيب زعق مع لعيب في الملعب دي على فكرة مدرسة قديمة قوي يعني المدرسة دي من أيام ما كنا بنكتب على الورق الداشت أيام الصحافة كده لما كانت لسه ما كان فيش حاجة اسمها كيبورد ونكتب على كمبيوتر ونبعت على الواتس أبو الكلام ده كانت زمان كده في صحافة بتكتب على الورق الداشت بتكتب تقرير بتكتب خبر بتعمل حوار ممكن هو بيتميز في الحوارات الصحفية ممكن بيتميز فيها بيسأل أسئلة ساخنة شوية بياخد إجابات فيها وردود فعل غير يعني طبيعية فبيعمل إصارة ولكن لما تيجي تكتب خبر وتقول معلومة لازم تبقى عندك موضوعية في تناول أول أي خبر أو أي معلومة تقول خبر يفيد المشاهد تقول خبر سليم وصحيح لكن الأخبار دايماً اللي بتطلع في السياق إمام عشور ومحمد الشناوي اتخنقوا ببعض فوت اللبس محمد الشناوي اشتكى للكابتن خالد بيب ومدير الكورة من طريقة رد إمام عشور لقد النهاردة بقى فيه افتكاسة تانية ده فيه افتكاسة تانية اتقال لك إيه أصل الكابتن شوبير طلع النهاردة في الإزاعة وفرادجه وقال إن الأهل غرم إمام عشور مئة ألف جنيه طبعاً الكابتن شوبير نفى من شوية على صفحته الموضوع ده قال لك أصلاً النهاردة ما تكلمتش على القصة دي والقصة دي أصلاً من يعني من وحي خيال صاحبها شوفوا بقى الحرب بدأت على الأهل إزاي واحد بيكتب أخبار يدي ليه مقدم البرنامج أخبار مغلوطة تعمل بلبلة دوشة ويبقى لسبوت أكتر على إمام عشور ودي البداية على فكرة عشان كده لبداية عماني قلت إيه بدأت الحرب مبكراً على الأهل بهذه الأخبار المغلوطة والمدرسة الكلاسيكية دي إدمت يا نجم يا أستاذ يا أستاذي اللي بتكتب الأخبار دي المدرسة دي إدمت قوي إدمت قوي حاول تطور من نفسك وتشوف دلوقتي الميديا والأخبار الناس بتشتغل إزاي أولاً لا حصلت مشكلة ولا حصلت غرامة ولا في مشكلة في لايحة واللايحة بتاعت اللعيبة أو لايحة الفريق مش بعد ما نبدأ الموسم يا فيه اعتراض على اللايحة كلام ده من بدري والناس كلها عارفة سياسة الأهل أساساً في المساء إذا دي بيتم إمت اعتمادها مبكراً ومن بدري فكل الكلام ده غلط كل الكلام ده غلط فالحرب بدأت قوي أو بدري قوي مع الأهل وبدري قوي مع إمام عشور وده متوقع على فكرة وعايز أقول لكم إن فيه لعيبة بتتكلم مع إمام عشور هتتعرض لنفس اللي تعرض له عدد من اللاعبين اللي انضموا للأهل في فترات سابقة بس بإمكانياتك أنت وبزكاةك أنت تقدر تيرمي كل ده ولدهرك لأن فيه ناس عايزة تعمل مشكلة من بداية الموسم جوا قط اللبس من الآخر فيه ناس عايزة تعمل مشكلة من بداية الموسم جوا قط اللبس فلازم الناس تبقى وعية وفهمة أي منبر إعلامي لما بيقول معلومة أنت على مدار الفترة اللي فاتت أو على مدار السنة اللي فاتت أنت بقيت فاهم مين بيقول إيه وعشان إيه والهيسترو بتاعه ما أنت عندك تاريخ الأخر اللي بيقوله الخبر أو الأخر اللي بيكتب الخبر عندك التاريخ بتاعه هل بيقول خبر صح ولا بيقول خبر غلط كم مرة قال خبر صح مش عقول لك قال خبر صح وخبر غلط كلنا بنحاول نجتهد بس كم مرة قال خبر صح وكم مرة قال خبر غلط لو لقيت الكفة مش متساوية اقلب ما تجربش وتتفرج غير وبعدين المدرسة دي احنا عارفينها من زمان فانا على المستوى الشخصي انا اصلا ما بقيتش اتفاعل معها لان انا عارف المدرسة دي من زمان من يوم ما بدأت صحافة وقدت نفس المدرسة تبدأ معايا صحافة يعني نفس الناهج ده انا شايفه في بداية الصحافة في 2004 ومشي على نفس السياق وعلى نفس الخط بس ما خلاص محدش بقى قادر يعقبه او يوجهه فخلاص تمادة فيها تمادة فيها والايام اثبرت انه كل اللي كان بيقوله غلط وفي بعض الاحيان كان بتحصل مداخلات تثبت ان اللي بتقال ده كان اصلا غلط فما حدش يتفعل مع الاخبار اللي زي ده يا جماعة لان انتوا عارفين الاخبار دي الهدف منها ايه وان النهار ده كمان يطلع اخبار ان تم تغريم امام عشون مئة الف جنيه فاعتقد الموضوع كده بدري بدري حضراتكم يعني اعرفتوا القصة ماشى ازاي بكرة مطش الاهلي والمصري نتمنى يا رب بإذن الله تكون بداية موفقة للمسابقة ونتمنى يا رب بإذن الله تكون بداية موفقة لقاطكم التحكمية اللي هتدير مباريات الدوري هذا الموسم هنفضل في ظهر المنظومة هنفضل بندعم كل الناس اللي بتشتغل في المنظومة لان الهدف بتاعنا ان المنظومة كلها تنجح ولكن لو لقينا حاجة غلط عن نشاور ونقول يا جماعة حزبه هنا في مشكلة هنا في حاجة غلط بكرا انا ممكن قبل ما ادخل الحلقة اريد في بعض المواقع او بعض الصفحات لسه اتحاد الكورا لم يعلي ان بكرا حكم مباراة الاهلي والمصري الكابتن محمد عادل اتمنى يكون جاهز اتمنى يكون جاهز لان لجنة الحكام عارف ان الكابتن عادل لسه راجع من تونس مبارح فياخد مباراة بكرا الثلاث 48 ساعة دي كافية في الظل ان كان عنده اربع رحلات سفر في الاسبوع اللي فات راح موزنبيك ورجع وطلع على تونس ورجع كثير خلال الفترة اللي جاية طيب ده بالنسبة لمباراة الاهلي والمصري طيب اروح بقى الجزئية تانية مهمة جدا لا علاقة بقى بالاحصايات التاريخية وانت داخل على موسم يعني تتكلم في النسخة 65 بكرا النسخة 65 فاربعة وستين نسخة الاهلي فاز 43 مرة فاربعة وستين نسخة الاهلي فاز 43 مرة الاهلي هو اكثر الاندية حصدا لبطولة الدور المصري في التاريخ والاهلي هو صاحب اكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد 28 انتصار ده كان في موسم 2017 2018 وموسم 2019 2020 الاهلي صاحب اكبر عدد من النقاط في موسم واحد 89 نقطة في موسم 2019 2020 الاهلي هو الاكثر تحقيقا للفوز بشكل متتالي في الدوري بواحد وسبعين مباراة متتالية بلا هزيمة ارقام تاريخية صعب اي حد يعرف حقاها فعشر مناسبات تاريخية انتهت تلات اندية بطلة للدور المصري دون التعرض لاي هزيمة الاهلي سبع مرات الزمالك مرتين الاسماعيلي مرة واحدة يعني الاهلي في سبع مرات فاز بالدوري دون ان يتلقى هزيمة واحدة كمان موسم 2014-2015 هو اكثر موسم سجل فيه اهداف في تاريخ الدوري المصري سجل فيه اهداف 907 هدف في 306 مباراة الاهلي اقل نادي تلقت شباكه اهداف خلال موسم واحد استقبل هدفين بس في موسم 75-76 اكثر نادي تعرض للهزيمة في موسم واحد كان نادي ده منهور خد 30 خسارة 30 مباراة هزيمة في موسم 2014-2015 واكثر نادي اتعادل في موسم واحد كان الاسماعيلي اتعادل 19 لقاء في موسم 2014-2015 والاسيوتي اكثر فريق استقبلة شباكه اهداف في موسم واحد بالدوري المصري كان 88 هدف في موسم 2014-2015 اكثر لاعب توجة بلقب الدوري كان حسام حسن 14 مرة 14 لقب بطلا او احرز يعني هداف الدوري او اكثر لاعب تتويج يعني اكثر لاعب فاز اكثر لاعب فاز بالدوري كان الكابتن حسام حسن 14 لقب 11 مع الاهلي 3 مع الزمالك يعني حسام حسن خد مع الاهلي 11 دوري وفاز مع الزمالك بطلقت بطولات للدوري العام طيب جون انطوي النيجيري هو هداف اللاعبين الاجانب في تاريخ الدوري المصري 77 هدف مع اربع اندية 77 هدف مع اربع اندية جون انطوي طبعا يعني اعتقد هو اللاعب الغاني جون انطوي غاني يا جماعة مش نيجيري رموما يعني هو احرى 77 هدف مع اربع اندية الاهلي والمقصة وبيراميدز والاسماعيل انطو لو تبصوا الاحصائيات هتلاقي كلها الاحصائيات ايجابية في صالح النادي الاهلي كل الاحصائيات الايجابية في صالح النادي الاهلي ولما تفوز ب43 دوري ف44 نسخة تتكلم يعني ما يقرب من حوالي اكتر من 60-70% من عدد مباريات البطولة او عدد بطولات الدوري الاهلي فاز بيها يعني فكل الارقام السلبية هتلاقي مع الفربة اكتر اللي كانت بتصارع عن مركز التالت التاني اللي ممكن هبطت للأقسام الادنى ولكن دايما الاهلي علامة مضيئة في الدوري العام اخر حاجة قبل مطلع الفاصل نهاردة الاتحاد الافريقي اعلم بشكل رسمي ان جايزة كاس السوبر تم زيادتها بنسبة 130% اخر مرة كان الكاف بعت للاندي قال لهم الجايزة 200 الف للفريق الفائز و 125 الف للفريق الخسر ولكن فجينا ان الكاف وده انا كنت حتى نوهت عنه من 3 ايام وصل لكلام ان الجايزة هتبقى 500 للفريق الفائز وكان طبيعي الخسر كمان بدل ما تبقى 125 تبقى 250 ولكن قلت استنى لما تبقى معلنة بشكل رسمي وبالفعل النهاردة الكاف اعلم بشكل رسمي ان في اجتماع الاكسيكو المكتب التنفيذي تم الاعلان عن او تم زيادة المكافئات بنسبة 130% بطل النسخة الاخيرة اتحاد العاصمة خد 500 الف دولار والنادي الاهلي 250 الف دولار رقم يعتبر جيد لان الجايزة البطولة دي كانت 100 بقيت 200 بقيت 500 فارقام جيدة يعني نتمنى الفترة اللي جايه كمان دور الابطال هو باربع مليون نتمنى كمان يزيد السوبر ليج الاهلي داخل على بطولة مهمة جدا كمان عيبا فيها مكافئات ان شاء الله تكون جيدة فكل الارقام اللي بتتقال دي اعتقد ارقام قويسة جدا والنادي الاهلي على فكرة كان ليه دور كبير جدا في مسألة زيادة المكافئات المالية لانه اكتر نادي تكلم على الموضوع ده في اكتر من مناسبة في السنوات اللي فاتت مش هرجع 25 سنة وراء ونهاية التسعنات ولكن حتى من سنتين بعد موضوع نادي الوداد الاهلي تكلم والكابتن محمود الخطيب تكلم على فكرة ان البطولة 2.5 مليون دولار ده رقم لا يليق في ظل المصاريف الكثيرة الباهزة اللي ممكن تصرفها الاندية على الرحلات والسفر والتنقلات وبالتالي انت مطالب انك تزود هذه المداخل لارقام اضافية الى ان زادت بالفعل النسخة الاخيرة من دور الابطال ل4 مليون دولار وكاس السوبر الافريقي الى 500 الف دولار السنة دي كمان الدور المصري جائزة البطل 5 مليون جنيه هتلعب 34 اسبوع ولكن 5 مليون جنيه افضل من ما فيش الاول ما كانش فيه اي حاجة خالص الاهلي فزم 43 دوري في 43 نسخة ما كانش فيه مكافئات مالية بالارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي اللي هيشارك في الدورة ياخد مليون جنيه يمشو شوية كده ايه حوالي 4-5 مطشات في الدورة الغاية لما ربنا يكرم بيحقور رعاية والتسويق ممكن تزود المداخل عشان الاندية تواجه الاعباء المالية الصعبة اللي بنشوفها في الكورة بشكل عام سواء في مصر او حتى في المشاركات القرية والدولية فاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند يمكن اثناء الحالة واحنا شغالين في برنامج الترند يمكن جاننا خبر حزين جدا كابتن تيسير الهواري احد اعضاء لجنة الحكماء واحد ابرز شيوخ النادي الاهلي على مدار التاريخ توفية اليوم والاهلي نشر نعي منذ قليل على الصفحة الرسمية الاهلي ينعي تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة اعضاء مجلس الادارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والاسى الحج تيسير الهواري عضو النادي واحد ابرز اعضاء لجنة الحكماء الذي وافته المنية اليوم دعينا المولى عز وجل ان يتغمد يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخلوا فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون خبر حزين ولكن البقاء والدوام لله لكل اسرة الهواري على وفاة احد اعضاء لجنة الحكماء واحد رموز النادي الاهلي الكابتن تيسير الهواري طيب نروح لاخر اخبار الترند والبداية هتكون معنا من ترند الاهلي والبداية في ترند الاهلي من حساب النادي الرسمي حساب الاهلي على تويتر واللي نشر صورة لجماهير الاهلي من مباراة الاهلي والتحاد العاصمة مع لفتة مكتوب عليها اعظم نادي في الكون اعظم نادي في الكون جماهير النادي الاهلي نتمنى لهم التوفيق ربي خلال المناسبات القادمة طيب نروح لحساب كورا 11 وبيتكلموا على توعد كولر للاعب الاهلي تحت عنوان الاستبعاد ينتظركم كولر يخرج يخرج عن صمته ويظهر العين الحمرة لكتيبة الاهلي قبل مواجهة المصري في انطلاقة الدوري المصري يعني هو بتكلموا على فكرة ان كولر مش عايز استهتار لازم يكون فيه تركيز لازم نلعب بشكل قوي في المباراة القادمة ده شيء منطقه شيء طبيعي والعناوين دي طبيعية ممكن نشوفها في بعض المواقع طالما في خسارة وداخل على مباراة تانية ومباراة اللي جاية مباراة من السهلة ماتش صعبة مع النادي المصري فوالكابتن علي ماهر من المدربين اللي دايما بيقدر يعمل مبارايات كويسة امام النادي الاهلي فبالتأكيد هتلاقي نوعية كتير جدا من العناوين دي في بعض المواقع حساب اليوم السابع تأكد غياب سبع لاعبين عن الاهلي وفحص طبي لحسم مشاركة مدفد امام المصري طب تفاصيل الخبر بتقول ان غيابات الاهلي كهربا حسين الشحات عمر السلية متولي كريم فؤاد اقرم توفي خالد عبد الفتاح طبعا اولا كهربا وحسين بسبب الايقاف سلية متولي كريم اقرم خالد يعني في منهم مصاب وفي منهم لسه عدم الجاهزية كريم ندفد كان خضع على فحص طبي لان كان عنده شد في العضلة الخلفية وما لعبش مباراة اتحاد العاصمة وما سافرش مع الفريق وكان معنا من شواز منه فروس صلاح اتكلم في التفاصيل دي وقال مين اعرب للتواجد في قيمة الاهلي مين ممكن الجهاز الفني يستنى عليه في الفترة اللي جاي لكن كهربا وحسين مش موجودين بسبب الايقاف وكنا كمان قرينا تصرحات لالاستاذ عامر حسين بيقول تراكم البطاقات السفراء يمنع صلاح محسن من المشاركة في مبارات الاهلي غدا امام المصر كورا 11 نال عدم رضاه كولر يستبعد نجم وسط الاهلي من المباريات بالفترة المقبلة طيب هنا بقى ايه اللي موجود تقارير صحفية بتقول ان كولر طلب من اللاعب ان يعمل بجد ويستعد ليقتل بدنية او يستعيد ليقتل بدنية بشكل صحيح عشان يتقلق ويشارك مع الاهلي ده السبب الرئيسي وراء استبعاد كاريم ندفيد من ماتش السوبر يعني نال عدم رضاه وكولر يستبعد نجم وسط الاهلي من المباريات الكلام هنا طبقا يعلم للمنشور في كورا 11 على كاريم ندفيد ولكن بدري بدري او الكلام ده خاصة لما يكون فيه اصابة فاللعيب تعرب لاصابة يعني إيه اللي هيكون فيه مسئولية عليه ان يستبعد بسبب الاصابة يعني طيب المصر الرياضي وبيتكلمه على موقف امام عشوري النهائي من مبارات الاهلي والمصري مصدر داخل النادي بيقول ان امام عشور سيقضع الاختبار طبي اخير على هامش مران اليوم الاصابة الكادمة اللي اتعرض لها ليست قوية بنسبة جبيرة ده على عهدة المصر اليوم لن تعوق من مشاركة امام عشور في لقاء المصري غدا اللعب عنده حماس كبير ويرغف في المشاركة في المباريات خلال الفترة اللي جاية وبنقول لإمام الفترة اللي جاية هتلاقي كلام كتير عليك وعتلاقي سيناريوهات وسكريبتات بتتقلف كتير فمهم جدا ترمي الكلام ده وردهرك وتركز مع الفريق لو ركزت هتظهر بشكل جيد وانت بصراحة لعبت ماتش اتحاد العاصمة بشكل كويس جدا يعني امام عشور كان من اللعبين اللي ظهر بشكل كويس هو وريدا سليم ولكن الفرقة كلها كانت دي اوف اليوم ده لم توفق في لقاء السوبر طيب نروح لحساب جريدت الشروق ومصدر بالاهلي لا صحة لنشوب خلاف بين الشناوي وامام عشور عقب مباراة السوبر دي الجزال كنت بتكلم عليها كل الناس بلا استثناء نفت والنادي الاهلي اصلا لو فيه غرامة بيعلن يعني النادي الاهلي مدرسته دايما ان لو فيه مشكلة حصلت في قط اللبس النادي الاهلي بيعلن النادي الاهلي مش بيخبي على فكرة وكذا مرة كل الزملاء الصحفيين اتفاجئوا باخبار ليه علاقة بغرامات على لعيبة هم اساسا ما كانوش يعرفوا عنها حي يعني الاهلي لو عايز يخبي ما محدش عرف فهيخبي محدش عارف لكن ده لا بعلن فانا ما عنديش حاجة تمنعني ان انا اعلن يعني وبعدين فكرة ان لعيب يقول لعيب انت النهاردة مزهرتش في شيء كويس فالتاني يقوله طب سيبنا انا مش قادر اتكلم هي فين الخناقة ده لو الكلام ده حصل اصلا يعني هي فين الخناقة فين الموضوع يعني انا بصراحة مش شايف سيناريو ممكن الناس تهتم به ولكن للأسف البعض بيحاول يتفاعل مع الاخبار اللي زادية عشان يعني بيبقى فيه اهداف اخرى لمن يصطنع مثل هذه الاخبار عشان يعمل بلبلة لكن للأسف ما بنشوفش اي عقوبات على من يصطنع اخبار بمثل هذا الشكل حسابي يلا كورا اعلنوا النهاردة من خلال موقع الكاف ان تم تعديل جواز كأس السوبر الافريقي البطل اتحاد العاصمة سيحصل على خمسمائة الف دولار بدلا من متين الف والوصيف الاهلي سيحصل على متين وخمسين الف دولار بدلا من مية خمسة وعشرين الف هي الغريبة بس بالنسبالي ان الجواز المتين الف ومية خمسة وعشرين الف كان تم اختار الاندية بيها قبل المباراة هل التعديلات دي تم اختار الاندية بيها قبل اللقاء مباشرة ولا بعد يعني دي ما عندش فيها معلومة لكن المعلومة اللي كنت عندي من قبل المباراة بساعات قليلة ان الجايزة هيتم مضعفتها وقلت تحديدا ان البطل هياخد خمسمائة الف وبالفعل الكاف النهاردة اعلن نفس الرقم اللي انا كنت اتكلمت عليه من حوالي يومين ثلاثة اخر حاجة في تريند الاهلي كورا بلاص بيكلموا على ان اخوان كارلوس جاريدو المدير الفن السابق للاهلي بيقول ان الاهلي هو المرشح للوصول الى نهائي كأس العالم للاندية وان الاهلي هو المرشح دايما للفوز بالبطولات في كرة افريقيا مشاركته في كأس العالم للاندية ستكون فرصة عظيمة وممكن ان يصل الى النهائي نتمنى يا رب السنة اللي عجبني في اخوان كارلوس جاريدو انه دايما متفاعل مع اخبار الاهلي وارتباطات الاهلي حتى لما كان شغال في المغرب شغال في الجزائر شغال في الدول الخالجية كان دايما بيكلم كتير على الاهلي ومشوار الاهلي في البطولات دايما يرشحه لدوري الابطال يرشحه للسوبر يرشحه الكاس العالم دول المداربين اللي اشتغلوا في الاهلي ما بيتيجي سيرة الاهلي بيتكلم عن الاهلي بشكل كويس اليوم السابع 10 تلاف مشجع في مباراة الدور الاول للدوري الممتاز دا الكلام هنا بقى على الترند المحلي والكلام على الدوري بشكل رسم الصورة النهائية تم الاتفاة والاعلان ان فيه 10 تلاف مشجع في مباراة الدوري على فكرة يا جماعة في موضوع الارقام ده فيه جزئية مهمة جدا لازم الناس تفهمها في البداية احنا كأهلمين وصحفيين طبيعي جدا نسأل المصدر الدوري اللي جاي ممكن يبقى كام فقال لك ايه كانوا ثلاثة احتمال يبقوا خمسة فتكتب يبقوا خمسة بعد كده تحصل الاتصالات الخمسة ممكن يوصلوا لتمانية فتكتب يقوا تمانية لغاية لما يتم الاعلان الرسمي ولكن دورنا اكيد لازم نتواصل مع المصادر والناس عشان نعرف ايه القرارات اللي بيفكروا فيها ايه التروحات والاستراتيجيات اللي ممكن يفكروا فيها في مسألة المكافئات وحضور الجماهير ويعني التفاصيل هل نتكلم عليه النهاردة رسمي خلاص اعلنوا ان يكون فيه عشر تلاف مشجع في مباريات الدور ولكن العشر دول مقصمين خمسة لكل فريق وليكن النهاردة مطشي مثلا طلاع الجيش خمسة من طلاع الجيش وخمسة من الفريق المنافس خمسة من الاهلي وخمسة من المصر خمسة من الزمالك وخمسة من بيرامدز ومع الدور التاني فيه كلام ان ممكن الارقام دي تزيد لمساحة اكبر من كده ونتمنى يا رب الدور يرجع من تاني دور كامل العدد خلال الفترة اللي جاية كرة 11 وبيقولوا على فيتوريا يريد الكان أفكن البطولة كأس الأم الأفريقية تقام في أبيتجان النهاردة هيبدأ فيتوريا يضع خطة إعداد المنتخب من أجل حصد لقب أم أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين البطولة على فكرة هتنطلق بالفترة من 13 يناير لـ 14 فبراير وبداية معسقر المنتخب غالباً ممكن تكون أحد أيام 31 ديسمبر أو 1 يناير قبل انطلق البطولة حوالي أسبوعين ففيتوريا من دلوقتي بيحدد أجندة عشرة أجندة 11 هيكون فيها مباراتين في تصفيات كأس العالم 12 مفيش فيه أجندة رسمية ولكن عندك من أول يناير معسقر إعداد منتخبنا لكأس الأمم لأن المعسقر لازم يكون قبل البطولة بإسبوعين والبطولة إن شاء الله يوم 13 يناير وبالمناسبة فيه إن شاء الله قرعة يوم 12 عشرة عشان منتخبنا يعرف مين الفرق اللي هيواجهها في كأس الأمم الإفريقية مجموعة مصر في بطولة قدفوار مين أحنا الحمد لله في التصنيف الأول في المستوى الأول للمجموعات الست تونس مستوى أول قدفوار الدولة المنظمة مستوى أول المغرب السنغال الجزائر مصر كل دول تصنيف أول ولسه هنشوف الفرق اللي معنا لو بمستطع التصنيف الثاني هتلاقي فرق قوية جدا تتكلم في الكاميرون في غامة في مالي جنوب إفريقيا فرق قوية جدا فالبطولة أكيد هتكون بطولة قوية جدا بالنسبة لمنتخب طيب نروح بقى للترند العالمي وصورة عبقرية بصراحة لدرجة أن محمد صلاح خد الصورة ونشرها أثناء لقاء ويلفر هامبيتون وهو يمر بجانب اتنين من اللعيبة الصورة بتظهر سرعة صلاح الخارقة الصورة دي تتاخد كده يتعمل عليها ريبليي على تويتر ويتكتب عليها عنوان اوعى القطر ياعمل حج يعني ربنا يحفظك يا صلاح على السرعة والأداء والمستوى والصورة كمان على فكرة مش يعني بصراحة اللي التقط الصورة دي من المصورين عبقري لأن بصراحة يعني الكواليتي بتاع الصورة عالمي حتى صفحة ليفربول اهتمت بالصورة وبتفاصيلها ونشرتها النهاردة على حسابها الرسم وعلى أكوانتاتها الرسمية وصراحة كمان خاد الصورة بس أنا كنت أتمنى وإن كان صلاح أكيد يعني عايز يخز العين لأنا لو منه كان كتب عليها اوعى القطر ياعمل حج وكل التوفيق ليك يا صلاح في الدوري الإنجليزي حساب ليفربول النهاردة بتكلم على الأرقام القياسية التي تتساقط واحداً طلو الآخر محمد صلاح أكثر من سجل وصنع الأهداف بين اللاعبين الأفرقة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلاص تخطى بقى أرقام دي رجبة وكل اللاعب الأفرقة اللي لعبت في الدوري الإنجليزي صلاح النهاردة خلاص في مكانة تانية مختلفة تماماً سواء في المباراة اللي لعبها في الأرقام القياسية أسرع الأهداف الملعب اللي أحرص فيها أهداف عرض الأهداف اللي أحرصها الأسستات اللي عملها في الدوري كلها أرقام ممتازة جداً لنجمنا المصري محمد صلاح حساب كورا بلاس أيضاً وفي تصريح لهارفي أليوت لعب ليفربول بيقول عن صلاح يمكنك دائماً الاعتماد عليه أتمنى أن لا يرحل من ليفربول أبداً لأنني أحاول التعلم منه من الصعب جداً الدفاع ضد صلاح بمعنى أن صلاح مهاجم من تراص فريد فأنت كمدافع صعب جداً تعمل عليه مراقبة لصيقة لديه عيون في كل مكان في الملعب يمكنك دائماً الاعتماد عليه تصريح من هارفي أليوت لاعب ليفربول كمان مايكل أنتونيو مهاجم واستهام في تصرحات للبي بي سي اتكلم على صلاح وقال محمد صلاح لم يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي لقد تم منعه من قبل ليفربول محمد صلاح لم يرفض الانتقال للدوري السعودي بأي حال من الأحوال ولكن إدارة ليفربول هي اللي رفضت العرض وقالوا أو قالوا له يعني لن تذهب إلى أي مكان وهو أيضاً لم يعترض على ذلك ده تصريح لمهاجم واستهام مايكل أنتونيو في تصريحات للبي بي سي كمان حساب إي بي الورلد وتصريح أو كلام على جيمس مينر أول لاعب يهزم منشستر يونيتد في أولد ترافورد بقميص أربع أندية مختلفة بمعنى أن جيمس مينر لاعب ليفربول السابق وهو حالياً بيلعب مع نادي آخر بعد ما ننتقل من ليفربول كسب منشستر يونيتد ويعتبر ده اللعب الوحيد اللي لاعب المان يونيتد وكسبه في أو كسبه يعني مع أربع أندية مختلفة كل ما يرتدي أميص نادي يكسب بالمان يونيتد فده رقم قياسي بالنسبة لجيمس مينر في الدوري الإنجليزي كمان في تصريحات لكارلو أنشيروتي في تصريحات نشرها موقع نادي ريال مدريد قال علينا تجنب استقبال الأهداف المبكرة لأنه يصعب الأمور علينا استقبلنا هدفاً مبكراً في ثلاثة من خمس مباريات لعبناها في الدوري هذا الموسم علينا تجنب ذلك لأنه يصعب الأمور علينا ويدفعنا إلى بزل جهد أكبر كما حدث أمام ريال سوسيداد ده تصريح لكارلو أنشيروتي مدير الفني لريال مدريد وهو بيتكلم على أن فريل ريال ما ينفعش في عدد مباريات قليل يدخل فيه هذا الكم الكبير من الأهداف وشايف أنه ده بيصعب الأمور على الفريق خلال الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة غداً مباراة الأهل والمصر مش هنكون معاكم لكن بإذن الله هنكون معاكم يوم الأربع لتحليل بقى كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذه المباراة وأيضاً كمان هنتكلم على آخر الأخبار اللي موجودة على الساحة الردية شكراً جداً لحسن المتابعة وإلى اللقاء ليوم الأربعاء إن شاء الله